في سورة النساء الآية 23 من سورة النساء اللي أدعو الله سبحانه وتعالى أن نوفق فديوم مولانا الحوزة تتحمل أنه نقول آراءنا في الفقه القرآن مولانا لا في الفقه الرواي الآية 23 من سورة 22 من سورة النساء حرمت عليكم المحرمات مولانا محرمات المصاهرة حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخي وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناه عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم هذه المحرمات هس أنت من تجي إلى محرمات المصاهرة في الفقه الروائي مو خمسة أضعاف ذني مولان ها كل ما يحرم بالنسب يحرم شنو ها بالرضاع بالرضاع مولان كل هناك يحرمنا مولانا العقد على مثلا ذات الباعل مولانا الزناب ذات الباعل كلها شنو محرمات شنو هاي محرمات الصير أليس كذلك سؤال هذه الله سبحانه وتعالى عندما أنزل هذه الآية كان يعلم أن النبي رح يضيف عليها والأئمة رح يضيفون عليها أو لا يعلم شو تقولون يعلم أو لا يعلم يخافون جمع هو اللطيف يعلم أنه راح هناك تجي محرمات أخرى من النبي أو لا يعلم يعلم جيد جدا فإذا كان ينبغي أن يجعل الآية مفتوحة لأن يضاف إليها ويغلقها ياه منه مفروض ياه منه ماذا يفعل القرآن إذا كان يعلم أنه سوف تضاف محرمات جديدة ومن يضيفها رسوله نبيه ويضيفها إليها صحيح إذن كان لابد يفتح الباب له يغلقه ها لابد يفتح الباب حتى إذا جاء تحريم غير هذا يقول أكو قرينة في الآية ولكن الآية أغلقت الباب قالت هذه وليست إلا وأحل لكم ما وراء ذلك كل ما وراء هذا الميش شنو ها حلال سؤال تأخذون بالنص القرآني لو بالفقر القرآني لو بالفقر روايي ماذا تفعلون البعض يتصور بأنه أنا من أتكلم بأنه فابا مبانية تختلف عن المشهور يقول سيدنا والله رسالتك العملية ما شفنا فرقه يقول والله تصدق أنا هواي ملطف هذه الرسالة العملية لمن كاتبها لأنه بيني وبين الله أنا ما حادش يذنيك وهذه المشاكل فما بالك إذا إذني كنت أقولي وأحل لكم ما وراء ذلكم خلاص أغلق الباب هذا الفقه شنو الفقه القرآن ولهذا عليك أيها الفقه أيها الباحث أيها المحقق من تدخل إلى الاستدلال تعين موقفك أنت لو تدخل بهذا الصراط لو جنو لو في هذا الصراط ما يمكن تتلاعب مرة هنا صير مرة هنا صير أبدا شكراً لكم